الترجمة الحقيقية دي تنعكس على العلاقات البينية ما بين مصر والدول الأفريقية طيب كما تعلم إحنا كان يعني عشان يبقى البعد واضح والسياق واضح مصر كان لها دور عظيم جدا في أفريقيا بدأ في الخمسينات والستينات تحديدا وستمر حتى يمكن سنة 77 في عهد جمال عبد الناصر كان البعد الدائرة الأفريقية واحدة من أهم الدوائر مع الدائرة العربية والدائرة الإسلامية وعملنا مساعدات بعضها وصل للناس تحارب معها من أجل استقلال القارة الأفريقية عن الاستعمار ومساعدات فنية ومساعدات سياسية وتوفير أماكن لكل قادة حركات المقاومة كانت موجودة في القاهرة ثم المساعدات الاقتصادية والتجارية في شركة النصر وعرفين الفاكرين دورها وسائرت لا النصر العامة لكل شيء اللي هي النصر للتجارة والاستيراد ثم أولين العرب عبر هاتين الشركتين وشركات أخرى كان هناك دور عظيم جدا لمصر والأرواد والوزارة الرأي والصندوق اللي تبع للخارجية لمساعدات الدول الأفريقية للأسف الشديد انتكست هذه الأمور بعد سنة 77 خفت ما انقطعتش لكن قلت فودينا ظهرنا الأفريقية وروحنا خلينا واجهنا لنحية الأوروبا وذات هذا الأمر للأسف الشديد بعد محاولة اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني المبارك في أديثة بابا 95 يحسب لرئيس عفتاح السيسي أنه هذا البعد بدأ يعود بقوة أن انت أول حاجة عملها رئيس عفتاح السيسي لدى انتخابه رئيسا للجمهورية في يونيو 2014 أول جولة ليه كانت إلى غينيا بيساو ملابو لحضور القمة الأفريقية أبلها بشهور كانت مصر كان استدقى بيتالي بزيارة للسودان لا 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 أول زيارة غينيا أول زيارة كانت غينيا بيساو وترانزيت في الجزائر يعني إلى الجزائر ومنها إلى غينيا بيساو لحضور هذه القمة أبلها بفترة وليلة جدا عادت عضوية مصر منظمة الاتحاد الأفريقي بعد تعليق من وقتها وفيه جهد مصري مستمر ومستدام وفاعل للتشابك وشفنا أكثر من قمة أفريقية نوعية جات عقدت في شارم الشيخ الرئيس زار دي سباب أكثر من مرة لحضور قمة المتحاد الأفريقي زار أكثر من دولة أفريقية في مساعدات متنوعة ومتعددة مصرية أفريقية فيه استثمارات مصرية كتير جدا لكن طبعا النقطة الجوهرية أي البعض يقول طب بعد كل ده أي هو النتيجة مثل هذا النوع من العلاقات النتيجة بتاعتها ما بتكونش من يوم وليل هو تراكم طويل العالم تعقد وبيه متشابك احنا كنا بنلعب وحدنا في القرى الأفريقية زمان استعمار بغيض طلع ومصر كان لها دول مهمة جدا باعتبارها واحدة من أهم الدول الأفريقية ودعم الحركات الاستقلال بالضبط دلوقتي عندك مين اللي بيلعب في الملعب؟ كل القوى الدولية وكل القوى الإقليمية هتلاقي الدول الخمسة الكبرى الأمريكان وفرسين تاريخين كانوا موجودين وضيف لهم المرتغال في أنجولا ومزبيق دلوقتي تركيا بتلعب هناك في القرن الأفريقي وفي عدد كبير جدا من الدول في دول السحر والصحراء والسنغال وغرب أفريقي عندك الإيران بدأت تروح إسرائيل طبعا ماشي إسرائيل بتلعب لعب يعني قديم وواضح لم تكن تخفي نواياه دفو معروف بالضبط ودول خليجية ودول عربية كتير بدأت ينبالها دول مهم خصوصا فيما تعلق بالاستثمارات فبالتالي أنت لم تعود وحدك لا أعتمد فقط على التاريخ وإن إحنا كنا وكنا والعلاقات ده كلام كويس لكن الجيل يتغير الجيل الذي يعرف مصر الستينات والخمسينات والستينات مش موجود أو كبر في السنة أو طلع بره الساحة فبالتالي أنت محتاج يعني أنا عجبني جدا جهد عملاه وزارة الاتصالات المصرية على سبيل المثال في الرياضة الرقمية أفريقي العالم كله عايز يخش العصر الرقم البنية التحتية في القرى الأفريقية ضعيفة جدا الفساد كتير جدا الكاميرون واستضافتها لبطولة الأمم طبعا مهددة وقد تكون غير موجودة بالضبط وإنت أخذت قبل كده بطولة لما 19 بالضبط فأنا أقصد لما أنت يعني القصة دلوقت ما عادش فيه حركات تحرر لكن إيه هو الباب الطبيعي أنك أنت مثلا فيه أبواب كتيرة جدا الاستثمارات حاجات كتيرة في التجارة الرقمانة أو الاتصالات أو التكامل الاقتصادي الرابط الكهربائي اللي عملته وزارة الاتصالات المصرية إن هي شركات بالمناسبة مش الاتصالات بس شركات خاصة كمان فيه جهدي كبير جدا أنت ممكن توصل فيه ويبقى مستدام وده يعمل لك يوفر لك فرص عمل هنا يحقق لك دور مهمة جدا وقيمة مضافة وتقدر تكون مؤثر وعمل تشابكات كتيرة جدا في القرى الأفريقية وبكده مش يبقى فيه مشكلة كبيرة مش نتيجة دولة تأخذ قرار ضد مصالحك وهي تعلم إنها تخسر خسارة كبيرة جدا إذا لجأت إلى هذا أنت كمان كده ممكن تكون محتوي بالبعض الشعبي لدى هذه الدول طبعا بخلاف البعض السياسي أنا عايز أقول لك أنت بس أنت كان عندك دبلوماسية كرة القدم كانت مهمة جدا أنت يعني إحنا العلاقة للمستدامة التي لم تنقطح هي العلاقات الكروية ماشي خصوصا في جزء الإيجابي لا تتخيل يعني هقول لحضرتك بحاجة هتتذكرها محمد صلاح في آخر ماتش لما أظن كنا في الجابون أو لما نزل لما المشارجين نزلوا الملعب نزل الملعب يعني نزل الملعب مش مصدى أنه محمد صلاح هذا النجم الكبير موجود في البلد عندهم فأنت ممكن تستغل لحاجات كتيرة الفن الثقافة المهرجانات الثقافية وإحنا بنعمل للأمانة السياحة المنح الدراسية موضوع في منتهى الأهمية ومؤثر ومهم أنا قابلت أكتر من وزير من جنوب السودان كلهم درسين في مصر ومش